اشتركوا في القناة والآن الأجواء صافية وأكثر حرارة من المعتاد مع 30 درجة مئوية أيضا هذه الليلة الأجواء كما نشاهد أكثر جفافا وأكثر حرارة من المعتاد والرياح تكون متغيرة الاتجاهات لكنها خفيفة درجات الحرارة لهذه الليلة هي حوالي 24 درجة لنهار الغد ترتفع درجات الحرارة لتكون حوالي 35 درجة مئوية وأيضا كما نشاهد ارتفاع إضافة درجات الحرارة بحيث تكون أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وشديدة الحرارة في كل من الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بحيث تسجل في هذه المناطق حوالي 45 درجة مئوية والآن مع درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة وأيضا لنهار الغد نبدأ في خليج العقبة هذه الليلة 30 درجة ودي رم 25 وغدا حوالي 40 درجة مئوية وفي العقبة حوالي 41 درجة مئوية رأس النقب 20 درجة أيضا في معان نفس درجات الحرارة وأيضا أجواء صافية لترتفع غدا إلى 35 درجة في معان ورأس النقب حوالي 34 والأجواء تكون صافية في الشوبك 19 والطفيلة 24 درجة أيضا في الرشادية 19 ترتفع غدا إلى 33 في حين في الطفيلة أجواء فعلا حارة مع 38 درجة نكمل درجات الحرارة الكرك 22 وفي وادي الموجب 28 درجة الأجواء صافية غدا حوالي 39 في الكرك 38 وفي غور الصافي حوالي 44 درجة مئوية البحر الميت 36 هذه الليلة في مادبة 20 كذلك الأمر في مطار الملك علياء لترتفع غدا إلى 37 والبحر الميت حوالي 42 درجة غرب عمان وشرق عمان حوالي 24 مئوية لترتفع غدا إلى 35 الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة في السويلح 20 في الزرقاء 23 درجة لترتفع غدا إلى 39 وفي السويلح حوالي 34 مئوية عجلون 20 هذه الليلة لترتفع غدا إلى 35 في حين في دير علا أجواء فعلا حارة مع 44 درجة في إربد 24 غدا 37 ورأس منيف حوالي 32 وتواجد لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة نكمل في محافظة جرش هذه الليلة 23 والمفرق حوالي 22 لترتفع غدا إلى 37 وفي محافظة جرش حوالي 39 مئوية كما نشاهد في الأزرق 24 درجة الأجواء الصافية لترتفع غدا إلى 39 درجة أجواء حارة في المناطق الشرقية من البلاد في الرويش 23 كذلك الأمر في الصفاوي وغدا حوالي 38 مئوية وأخيرا درجات الحرارة المتوقعة في الجفر هي 22 هذه الليلة وغدا العظمى هي 38 درجة إذن بالحديث مجددا عن نهار الغد ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي لتصل إلى 35 درجة مئوية فعلا تكون أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وتكون شديدة الحرارة في كل من الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ليلا تنخفض إلى 23 درجة مئوية ليومي الأربعاء والخميس هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بحيث اليوم الأربعاء تكون حوالي 32 درجة مئوية والأجواء تكون حارة رسبيا ليلا تنخفض إلى 21 درجة واليوم الخميس تنخفض أكثر إلى 28 وليلا حوالي 15 درجة مئوية انتهت النشرة على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت كانت معكم هذه النشرة من رؤية بالتعاون مع تقص العرب دائما لكم أطيب التمنيات